أهلا بكم أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي تخصص مركبات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة وحلقتنا النهاردة لطلاب الصف الثالث ودرس النهاردة إن شاء الله في مادة المحركات عن استخدامات الغاز الطبيعي طبعا كلنا شايفين التطور اللي حاصل في مجال هندسة المركبات بشكل عام كل يوم في جديد بدأنا بالمحركات البخارية وبعدين دخلنا في الديزل والبنزين وبعدين دخلنا في الغاز والهايبرد بالوقتي ودخلنا في محركات الطاقة الشمسية اللي بشغل بالطاقة الشمسية فكل يوم عندي جديد في عالم المركبات النهاردة حلقتنا من الحلقات المميزة جدا اللي كمان الدولة بتديها عناية خاصة تحويل المركبة أو السيارة بتاعتك إلى سيارة تعمل بالغاز الطبيعي حسب رؤية الدولة وتوجيهات سيارة الرئيس لمصر كلها ولمستخدم المركبات أنه هو يحول سيارته أو المركبة بتاعته اللي هي تشتغل بالغاز الطبيعي الغاز الطبيعي طبعا ناس كتير بتقعد تطلع بدون دراسة وبدون يعني ما عندوش أساس علمي بيقعد يقول لك لا ده الغاز الطبيعي بينحار المكنة أو بيتعب بالمحرج بتاع السيارة يخليها تعمل العمرة بتاعتك بدري كلام كله ملوش أساس من الصحة مهمتنا بقى إحنا كخريجي مدارس التعليم الصناعي تخصص مركبات أو كل مهتم بيعالم المركبات أنه هو يوضح الحاجات دي بشكل علمي فإحنا درسنا النهاردة درس مهم جدا لطلاب المركبات ولمستخدمي المركبات كمان لما حد يجي يسألك ويقول لك إحنا عايزين نغير أول دي أو حد من صحابي عايز يغير المحرك أو يركب فيه العربية بتاعته غاز طبيعي مع البنزين أو مع الديزل فأنت تخصص مركبات أو تخصص سيارات ما عندك شيء إيجابي المفروض لما بتاخد الباب الأول في مادة المحركات يكون عندك إجابة للرجل ده وما ينفعش تكون بتاع سيارات أو مركباته وما تعرفش ترد في النقطة دي كمان إحنا داخلين على امتحنات فلازم نكون جاهزين للامتحنات مش جاهزين لامتحنات عشان الشهادة لا عشان سوء العمل كمان عشان ربنا يوفقك وتقدر تلطحق بالجامعات المصرية وتقدر تطور من نفسك وتعلي من نفسك ما تبهاش خريج متوسط مع كل كامل احترامي طبعا لخريج المؤهلات المتوسطة ولكن طور من نفسك علم من نفسك النهاردة هنتكلم عن الغاز الطبيعي تعالوا بينا نبدأ ونشوف الغاز الطبيعي بيتكون من ايه وحتى احنا اخترنا في اول شريحة عندي الصورة اللي انت شايفها دي ان المركبة أو السيارة نفسها عبارة عن شجرة وبتدي للشجرة ليه لان الغاز الطبيعي هنعرف مميزاته دلوقتي حالا مميزاته انه صديق للبيئة بتاعتي وقبل ما نتكلم عن مميزاته عيوب الغاز الطبيعي تعالوا نشوف الغاز الطبيعي اللي احنا بنستخدمه في المركبة أو في السيارة بتاعتي بيتكون من ايه بيقول لي الغاز الطبيعي بيتكون من عنصر هام جدا أو من عدة عناصر اهمهم غاز الميثان غاز الميثان وهو اقصر انواع او العنصر الاساسي فيه من مكونات الغاز الطبيعي بعد كده يجي العنصر التاني اللي هو الإيثان وبعدين غاز البروبان وده بنسبته بتكون بسيطة جدا والغاز الطبيعي ده بييجي أساسا او احنا او العالم اكتشفوا من بطن الأرض وكان بيتكون من المخلفات المخلفات اللي احنا بنرميها في بطن الأرض او الحيوانات النافقة والأشجار وكل الحاجات دي مع الضغط ودرجة الحرارة بطن الأرض بيحصل تفاعل والتفاعل اللي بيحصل في بطن الأرض ده يقوم يطلع لي الغاز الطبيعي إذن الغاز الطبيعي موجود من باطن الأرض وبنكتشفوا بنطلعوا من باطن الأرض ومصر من أول الدول المنتجة أو اللي عندها غاز طبيعي بوفرة وبكمية كبيرة جدا على مستوى العالم يعني من الدول اللي عندها كميات غاز طبيعي كبيرة جدا فاحنا في الحالة دي محتاجين نستغل المصادر الطبيعية بتاعتنا ونوفر في استخدام الطاقة البديلة اللي هي الغاز البنزين مع الديزل تعالوا نكمن كمان بيقول لي أن السيارات كلها بدأت تستخدم كان الأول قولنا بنستخدم البخار دلوقتي بدأنا نستخدم البترول كبديل للبخار بعد كده بعد البترول اللي هو ديزل وبنزين بدأنا نستخدم الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي استخدمناها عشان الديزل مع البنزين أو المنتجات البترولية القيمة الشرائية بتاعتها عالية جدا يعني غالي ففي الحالة دي أنا محتاج أستخدم بدور على بداء الشركات السيارات بتنافس بعضها وكل مهتمي أو دارسي أو مهنته بتمطي ليه السيارات بيحاول يطور من في المجال بتاعه ونتمنى أن حد من أولادنا أو أبنائنا الطلاب نشوفه بكرة عمل لنا حاجة جديدة ده أغلب الشركات بتهتم به أنه هو يحاول يطور ويشوف وقود بديل قولنا الأول كان بخار بدأ يستخدم الديزل والبنزين لأن الأسعار بتاعته عالميا بدأت تزيد فبدأ هو يدور على حاجة بديلة فلقى الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي بدأ يستخدمه شركات تانية بدأت تستخدم الكهرباء المحركات اللي بتشغل بالكهرباء وشركات تالتة بدأت تستخدم المحركات اللي هي الهاجين اللي هو بيحط محرك بنزين مع محرك كهرباء فكل يوم فيه تطور كمان إحنا عشان نوفر قيمة التكلفة بتاعة الغاز الطبيعي عشان نحول السيارة بتاعتي من بنزين أو نخليها بنزين مع غاز طبيعي محتاجين نمشي حوالي 150 ألف كيلو سنويا عشان نغطي التكلفة طيب تعالوا بينا نكمل ونقول أن الغاز الطبيعي ده وقود مفضل لدى أغلب مستخدم السيارات ليه؟ بيحبوا أو أغلب الناس اللي بدأت تتجه ليه الغاز الطبيعي بدأوا يركزهم مع الغاز الطبيعي ليه؟ لأنه قليل التكلفة بتاعته أقل يعني بدل ما تحط في التانك بتاعك لو هو 40 لتر مثلاً وحط بـ 200-300 جنيه بنزين هتحط بـ 50 جنيه بس وهنعرف التوفير الشهري كمان لكل سيارة قد إيه تقريباً بالزبط يعني فأغلب مستخدم السيارات بدأوا يتجهوا للغاز الطبيعي بعيداً عن الأشعات اللي طلعت إنه هو ليه أضرار إحنا هنعرف كل ده دلوقتي ومميزاته وإيه وإزاي نتغلب كمان على المشاكل اللي بتطلع من الغاز الطبيعي تعالوا نكمل قلنا إن الغاز الطبيعي رخيص ولما نيجي نقارنه بالبنزين نلاقيه بيوفر مبلغ كبير جداً من استخدام لو أنا استخدمت بنزين تعالوا بقى نعرف الفوائد المحققة للدولة أنا عندي فوائد لو إحنا استخدمنا الغاز لو أغلب مستخدمي أو قائدي المركبات استخدم الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي فيه فوائد هتيجي لقائد المركبة أو صاحب السيارة وفيه فوائد هتيجي للدولة تعالوا نشوف الفوائد الأول اللي هتيجي للدولة وبعد كده نشوف المواطن أو قائد أو مستخدم السيارة أول حاجة بالنسبة للدولة الإسهام في تنفيذ سياسة ترشيد الطاقة وخفض مخصصات الدعم الموجهة إلى المنتجات البترولية يعني إحنا لما نستخدم الغاز الطبيعي لما حضرتك تبدل السيارة بتاعتك وتركب فيها جهاز غاز طبيعي مع البنزين أو مع الديزل فانت كده متماشي مع سياسة الدولة اللي هي عايزة تقلل النفقات والدعم اللي الدولة بتصرفه على المنتجات البترولية وناخد اللي احنا وفرناه أو الدعم اللي احنا كنا هنحطه للمنتجات البترولية نحطه في وزرات تانية زي الصحة والتعليم والبحث العلمي والبحث تانية تتير جداً البلد محتاجها فانت في حالة دي فيه فايدة للدولة وفيه فايدة للمواطن أول فايدة عندنا قلنا ان احنا بنحاول نقلل بنحاول نقلل قيمة الدعم اللي هيخش للمنتجات البترولية اللي الدولة بتصرفه عشان تديلك بنزين البنزين ده لما احنا الدولة بتديه للناس مش دي القيمة بتاعته العالمية لا ده الدولة مدعمها كمان فاحنا لما نيجي نستخدم غاز طبيعي ونوفر البنزين بدل ما حضرتها كنت تستخدم 100 لتر مثلاً شهرياً مثلاً 100 لتر أو 200 لتر شهرياً أصبحت بتستخدم 20 أو 35 أو 30 لتر فانت وفرت حوالي 70 لتر ده عما الدولة كانت بتقدمه دي أول نقطة عندي من الفوائد المحققة للدولة تعالوا نشوف الفايدة التانية الفايدة التانية بيقول لي الإسهام بفاعلية في تنفيذ سياسة الدولة برضو في الحفاظ على البيئة نبص على النقطة دي الإسهام بفاعلية في تنفيذ سياسات الحفاظ على البيئة لأن العوادم اللي طلع من الغاز الطبيعي العوادم اللي هتطلع من الغاز الطبيعي ما هيش ضارة بالبيئة زي البنزين وزي الديزل إذن العالم كله مش مصر بس العالم كله بيحاول يدور يعالج المشكلة البيئية والاحتباس الحراري اللي حاصل الاحتباس الحراري اللي حاصل من مخلفات المصانع ومخلفات المركبات أو السيارات والقطرات وكل المركبات اللي بتمشي في الكون فبتعمل احتباس حراري وبتزود فتح طبقة الإيزون فاحنا عايزين نحافظ فانت حضرتك لما هتحول سيارتك إلى غاز طبيعي انت بتساهم مع الدولة في انك تحافظ على البيئة حتى المنتجات الزراعية اللي حضرتك هتكلها والحاجة اللي انت هتشتريها من الشارع هتكون أفضل لان الطبيعة أو البيئة اللي انت فيها ما فيهاش ملوسات صناعية من مخلفات أو نواتج الاحتراق بتاعة محرك البنزين ومحرك الديزل تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده اللي هنستفدها من أو الدولة هتستفدها من تحويل المركبات إلى غاز طبيعي تقليل الاعتماد على استراض المنتجات منتجات الوقود يعني احنا دلوقتي الدولة بتنتج نص احتياج البلد مصر بتنتج نص احتياج البلد من البنزين مع السلوار طيب احنا لما نقلل الاستهلاكنا البلد هتستفيد ايه؟ البلد وبعدين المواطن او المواطن الاول وبعدين البلد احنا بننتج نص الاحتياج النص التاني هنستورده من برة طيب لما انت تغير المركبة بتاعتك وتخليها بنزين مع غاز اذا احنا ممكن نستغنى عن النص اللي احنا بنستورده من برة ده بيحتاج عملة صعبة وبيحتاج دعم من الدولة فاحنا هنوفر المبلغ ده وندخله للبلد عندنا نعمل بقى طرق نعمل زي ما قولنا ندخلها في حاجات تانية كتير نقوم نطلع نخلي مصرنا بشكل افضل وبشكل جميل انت بتساهم والدولة كمان بتستفيد وانت بتساهم انك كمان بتستفيد انت نفسك بدل ما كنت بتحط مبلغ معين كل شهر للبنزين او للديزل القيمة اللي انت هتكفعها كل شهر بدأت تقل معاك وتستفيد من الفايدة او رخص تمن الغاز الطبيعي الموجود تعالوا نكمل النقطة اللي بعد كده بيقول لي كمان الاستفادة الاقتصادية المثلى من الصراوات الطبيعية واحنا عارفين ان مصر بتاعتنا مصرنا فيها غاز طبيعي كتير جدا فانا لما حول اغلب المركبات اللي عندي في مصر تشتغل بالغاز الطبيعي ده انا استفدت من الحاجة اللي انا بنتجها يعني احنا بننتج غاز طبيعي او عندنا غاز طبيعي كتير تم انا استفيد بالمنتج اللي انا بطلعه او بلدي بتطلعه وبالتالي انا مش هحتاجة استورد اي حاجة تانية من بره تمام ونكمل كمان الاسهام في تنفيذ مشروعات تطوير قطاعات النقل يعني احنا كمان الدولة لما تستخدم الغاز الطبيعي ما احنا قلنا ان الدولة هتستفيد وكمان المواطن احنا لما نحاول نغير بقى القطاعات بتاعت النقل كلها ونخليها غاز طبيعي كل ده هيعود على المواطن هيعود على الدولة ان هي الانفاق بتاعها او الموازنة بتاعتها تبدأ تقل الانفاق على المنتجات البترولية وبالتالي ده هيعود على المواطن بان احنا ندخل الدعم ده في حاجات تانية كتيرا المواطن المواطن المصري يستفيد به تعالوا بقى نبدأ نخش على مميزات الغاز الطبيعي وهنا عايزك تركز لان ده ممكن يجيلك سؤال في الاختبار احنا الاول هنتكلم عن هنحاول نصنف المميزات بتاع الغاز الطبيعي في اكتر من حاجة اولهم البيئة يعني مميزات الغاز الطبيعي اللي احنا هنحطه في المركبات بتاعتنا هيفيد البيئة او ايه الميزة اللي هتعود على البيئة من الحاجات دي وبعدين نبدأ نجمع كل المميزات في نقاط محددة تعالوا نعرف البيئة ايه اللي هيحصل للبيئة هيحافظ على البيئة لان العوادم اللي طلعة من المحركات اللي بتستخدم الغاز الطبيعي بتكون غير ضارة للبيئة غير محرك البنزين طبعا محركات البنزين نواتج الاحتراق بيطلع عندي اول اكسيد الكربون والكربوهيدرات والنوكس وحاجات كتيرة جدا وقلنا ان الشركات عشان تتغلب على النواتج دي عملت محفزات في علبة البيئة اللي موجودة عندك في المركبة او الشكمان بتاعك او مواسير العادم عمل محفزات عشان يطلع العادم ده بشكل صديق للبيئة وبرضو اغلب في الغالب برضو ما بتطلعش بالشكل الافضل او بعد فترة علبة البيئة بتاعتك بتبوز وبتركب انت اي حاجة ونبدأ نضر تاني في البيئة ميزة الغاز الطبيعي ان النواتج الاحتراق بتاعتي بتحافظ على البيئة لان ما فيهاش مواد ضارة للبيئة بتاعتك اذا اول ميزة من مميزات الغاز الطبيعي ان هو بيحافظ على البيئة واحنا قلنا ان احنا هنصنف مميزات الغاز الطبيعي لنقاط معينة اول نقطة عندي كانت البيئة وقلنا ان الغاز الطبيعي بيحافظ على البيئة النقطة التانية بيقول ان هو خالي من الرصاص والشوائب الكبريتية مفهوش رصاص والرصاص ده لما بيستنشكوا الإنسان ده غاز ده عناصر سامة وكمان الكبريت إذن النقطة التانية هو النقطة التانية أنه هو خالي العوادم بتاعته خالية من الرصاص والعناصر الكبريتية النقطة التالتة والأخيرة في مميزات البيئة أنه هو بيحافظ على أو يعمل على خفض الانبعاثات النتجة الانبعاثات اللي طالعة ضارة بتكون قليلة وبالتالي الغاز الطبيعي ده غاز أو منتج أو عنصر بنستخدمه في المركبات بتاعتنا بيكون صديق للبيئة أو بيكون شيء كويس ما بيدرش البيئة بتاعتنا طيب تعالوا ننقل على نقطة تانية بعد البيئة قلنا الاقتصاد وكلنا كلنا بندور على النقطة الاقتصادية وقبل النقطة الاقتصادية المفروض أن احنا كمان ندور عن نقطة البيئية يعني المفروض أن احنا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا فالنقطة الاولينية هي النقطة الأهم من وجهة نظر كل الناس المهتمة بعالم المركبات ومنظمة الصحة العالمية والحفاظ على البيئة يبقى النقطة البيئة أهم تاني حاجة الاقتصاد النقطة أو الميزة الاقتصادية الميزة الاقتصادية للغاز الطبيعي لاستخدامك للغاز الطبيعي أنت كفرد توفير مبالغ ضخمة من مخصصات الدعم اللي بتوجهها الدولة ليه طيب ده الدولة أنت وفرتي للدولة واحد من بعض الناس وهم قليلين أكيد طبعا هيقول أنا مالي ومالي الدولة لا ده أنت كمان هتستفيد مش الدولة أنت كمان هتستفيد لو أنت بتستخدم عشر لتر بس بنزين في اليوم أو ديزل 80 مش 92 النقطة دي مهمة أو يا شباب ياريت نركز فيها أنا كفني مطلوب مني أقول للناس أو أشرح للناس حاجة زي دي والمعلومة دي تكون عندك أن أنا لو بستهلك عشر لتر بس يومي بنزين أو ديزل ببنزين 80 فأنت بتوفر في الشهر 825 جنيه دي الدراسات وبحوص اشتغلوا عليها أنا لو بستخدم عشر لتر لو أنا بستهلك عشر لتر بنزين بس في اليوم أو ديزل وكنت مستخدم بنزين 80 اللي هو أقل سعر فأنا بوفر في الشهر 825 دي الفايدة اللي عيدة على الشخص غير الفايدة اللي عيدة على الدولة إن الدولة بتقلل النفقات اللي بتقدمها في الموازنة عشان تدعم المنتجات البترولية طيب لو كان بنزين 92 وبستخدم لو بنزين 92 وبستخدم عشر أو بستهلك عشر لتر بس في اليوم فأنا بوفر في الشهر 1200 جنيه جميل دي نقطة مهمة جدا كلنا طبعا لما حتى بنجي نشتري سيارة بنقول هي 1600 سي سي ولا 1400 ولا عشان إيه عشان أشوف استهلاك البنزين بتاعي أليل ولا مرتفع كمان المحرك بتاعي دي جي دي آي ولا محرك عشان كل ده أنا بدور إزاي أوفر فاستخدام الغاز بيوفر للدولة وبيوفر لمستخدمي المركبات دخل شهري كبير جدا تعالوا نكمل تحقيق عائد اقتصادي لمالك السيارات عند تحويل السيارات للغاز الطبيعي ودي احنا قلنا هيبه هنا فيه فايدتين الفايدتين اقتصاديتين للدولة وللمواطن نفسه اللي هو عنده سيارة بتشتغل بالبنزين مع الغاز الطبيعي تعالوا نشوف كمان النقطة اللي بعد كده المميزات الغاز الطبيعي انه هو متوافر 24 ساعة وهو موجود كمان الدولة احنا مصر بتنتجه وفيه محطات غاز طبيعي موجودة في كل مكان وشغالة 24 ساعة كمان ان الغاز الطبيعي محدش يقدر يحتكره لانه ملك للدولة فمحدش هيقدر يحتكره يبقى النقطة الاولينية عندي ان محطات الغاز موجودة في كل الجمهورية وشغالة 24 ساعة ما بتقطعش النقطة اللي بعد كده بيحقق الغاز الطبيعي لمصر تأمين لمصادر الطاقة كما يؤدي الى تحقيق التوازن على طلب المنتجات البترولية ما هو لما انا هستخدم غاز طبيعي والدولة كلها تتجه للغاز الطبيعي انا كده وفرت ان انا معدتش محتاج للمنتجات البترولية او المنتجات او اللي الدولة بتنتجه من المنتجات البترولية هيكفيني فانا معدتش محتاج استورد اي حاجة من بره تمام النقطة اللي بعد كده بالنسبة للسفت او الامان هل الغاز الطبيعي هل الغاز الطبيعي ده امن ولا مش امن دي نقطة مهمة جدا ممكن يجي لك سؤال في الاختبار ويجي في صحة او خطأ ويجي في اكمل ويجي في اذكر حاجات كتيرة ممكن يجي لك السؤال ده باكتر من شكل بس برضو انا مش عايزك تاخد الدرس على انك تذكره للامتحان انا عايزك تاخد الدرس لنفسك انت علشان سوء العمل لو انت تخرجت وخلصت الدبلون بتاعك وبدأت تنزل سوء العمل تبعارف المميزات والعيوب بتاعة الغاز الطبيعي وازاي يعني خد الدرس على انك بتستخدمه لنفسك لشغلك انت ده مجالة تعالوا نشوف اول نقطة عندي في وسائل الامان بتاعة الغاز الطبيعي او النقطة بتاعة الامان بتاع الغاز الطبيعي بيقول للغاز الطبيعي غير سام نبص على النقاط ديه الغاز الطبيعي غير سام وهو اخف من الهواء فاذا ما تصرب فانه يتصعد الى اعلى يعني مش هيعمل لي مشاكل لقائد المركبة او للمكان اللي هو فيه لانه خفيف فلما هيحصل تسريب هيبدأ يطير لطبقات الجو العليا فمش هيعمل لي مشاكل عندي اذا هو امن في النقطة دي النقطة دي بتخليه امن عن البنزين وعن الديزل طبعا لو حصل تسريب ليه البنزين او الديزل بيكون موجود على الارض لا قدر الله مع اي شرارة يبدأ يحصل اشتعال اما ده بيبدأ يتطير لو احنا لو حتى كنا في مكان مقفول وبدأنا نفتح له المجال فبيبدأ يتطير ويطلع ليه طبقات الجو العليا فبتقل خطرته وينتهي خلاص الغاز لانه بيتسرب ويبدأ يطلع لفوق النقطة اللي بعد كده بيقول لي احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بانواع الوقود يعني هو الغاز الطبيعي اللي اشتعال بتاعه قليل او ضعيف انه هو يشتعل بسرعة يعني لا هو ابطأ من البنزين ومن الديزل الحاجة او النقطة اللي بعد كده استوانات الغاز الطبيعي مصممة وفقا لاحدث الاشتراطات العالمية لتحمل الضغوطات والصدمات العالية يعني عايز يقول ان احنا بنعمل استوانة اللي بتتحط في المركبة بتاعتك او في السيارة بتاعتك في الخلف معمولة بمواصفات عالمية عشان تتحمل ضغط عالي ومش كفاية ضغط عالي لا دا لو لا قدر الله حصل عندي صدمة كمان الصدمة دي الاستوانة بتاعتي ما تنفجرش فاذا الغاز الطبيعي غاز آمن ما مفوش اي خطورة ولا فيه اي مشاكل تمام نكمل النقطة اللي بعد كده تعالوا بقى نعرف مميزات الغاز الطبيعي بشكل عام احنا صنفناهم هناك بيئي واقتصادي وتوفره وبعدين النقطة الاخيرة كان الامان هنا هنقول الحاجات كلها على بعضها واول نقطة عندي وحتى اخترنا الصورة اللي قدامي دي انه هو صديق للبيئة والعوادم او المخلفات بتاعته ما بيكونش فيها رصاص ولا كبريت فما بتعمليش مشاكل على البيئة هنقولها بشكل سريع النقطة اللي بعد كده هي توفير المال توفير المال لقائد المركبة وللدولة بتاعتي بتوفر لدولتي وقلنا ناخد الجزء اللي هيتوفر ده من الموازنة ناخده ندخله في حاجات تانية تفيد الدول كمان الغاز الطبيعي بيساعد على تحسين عمل وكفاءة المحرك ليه لان رقم الاكتان فيه 120 غير البنزين اللي انا هستخدمه اللي هو 80 رقم الاكتان فيه بيكون 80 وبالتالي هيحصل عندي صفع وضق اذا الغاز الطبيعي ما بيعملش صفع او ضق في المحركات الصفع او الضق طبعا كلنا عارفينه بيأثر على اجزاء المكنة وبيقلل عمر المكنة ميزة الغاز الطبيعي انه هو ما بيعملش صفع او ضق داخل المكنة وبالتالي الاجزاء ما بيحصلش عليها اجهادات فعمر المحرك بتاعي بيكون اطول من المحرك اللي هيشتغل بالبنزين او الديزل النقطة دي مهمة جدا عشان الناس اللي بتقعد تقول ده الغاز الطبيعي بيخلي عمر المكنة بينحر المكنة وبياكل المكنة وكلام كده بدون دراسات وبدون علم لا الغاز الطبيعي رقم الاكتان فيه عالي جدا 120 يعني حضرتك حتى لو جبت بنزين 95 هو اعلى من البنزين 95 وكفاءته الحرارية اعلى اذا مش هيحصل عندي في المحرك بتاعي او في المكنة بتاعتي مش هيحصل عندي حاجة اسمها الصفعة او الضق وبالتالي الاجزاء عمرها يطول تعالوا نكمل النقطة اللي بعد كده بيقول لي كما انه كما اكد انه لا يمكن الاستفادة من الطاقة الحركية احنا بنستفيد من الطاقة الحركية اللي بينتجه الغاز الطبيعي بنسبة 95% غير البنزين او الديزل احنا بنستخدم 30 او 35% فقط اذا الغاز الطبيعي افضل كمان عندي في القيمة الحرارية اللي طلعه انا بستفيد من 95% القيمة الحرارية اللي طلعه من الاحتراق او الشحنة احنا بنتكلم هنا عن المحرك الحراري وممكن سؤال كده يجي لك يعني فانا بستفيد ممكن يعملها لنقطة ويقول لي ويسيب لي 95% دي النقطة اللي انت هتحطها مثلا ممكن يقول لي يمكن الاستفادة من الطاقة الحرارية التي ينتجها الغاز الطبيعي بنسبة نقطة ومن البنزين بنسبة نقطة يبا الغاز الطبيعي هم نستخدم او بنستفيد من الطاقة الحرارية المتولدة بنسبة 95% اما البنزين فاحنا بنستفيد بنسبة 30% النقطة اللي بعد كده كمان بيقول لي بتقل الاهتزازات عند استخدام الغاز الطبيعي مما يطيل عمر المحرك وده احنا لسه قيلينه ان ما بيحصلش عندي صفعة او دق وبالتالي الصفعة او دق ده بيعمل تأثير او اجهادات على اجزاء المحرك المتحركة اللي هي عمود الكرانك مع السبايك مع زراعة توصيل مع البستم مع الاجزاء كل الاجزاء المتحركة فده بيقلل عمر المكنة اما مع الغاز الطبيعي ما بيحصلش عندي اهتزازات للمكنة وبالتالي العمر الافتراضي للمحرك بتاعي عمره بيكون اطور تعالوا نكمل كمان مش هنحتاج لصيانة متكررة عشان الغاز الطبيعي بيطيل الفترة بتاعة الصيانة لان نواتج الاحتراك بتاعة تنظيفة فما بتأثرش على شامعة الاشتعال يعني شامعة الاشتعال بتاعة مش هتحرق او مش هيكون عليها كربون وده نقطة هنتكلم فيها دلوقتي حالا كمان الزيت نفسه ما بيتأثرش بالغاز الطبيعي فعمر الزيت اللي انت بتحطه في المكنة بيكون اطور ليه؟ لان الزيت بيتأثر بالكربون فبيعمل كربوهايدرات اما الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي عنصر جاف فما بيتفعلش معه الزيت والزيت بتاعي بيكون عمره في المكنة اطول يعني لو انت حاطت زيت 5000 عمر المكنة هيشتغل بالزيت الخمس تلاف ده ممكن تمشي به ستة او سبع تلاف كيلو يبانا قللت كمان في الصيانة وطولت مدة استخدام الزيت اللي موجود عندي كمان ما بيحصلش اهتزات دي كلها مميزات من مميزات الغاز الطبيعي او استخدام الغاز الطبيعي في المحركات كمان بيقول لي يعتبر الغاز الطبيعي اكثر امنا واحنا اتكلمنا في النقطة دي دلوقتي حالا انه هو اكثر امانا من البنزين لان لو حصل تسريب عندي في المركبة فانت بتشم ريحة الغاز وبتلحق تعالج الموضوع بسرعة اما البنزين الريحة بتاعته على متجيني وابدأ يعني هو التطير بتاعه بيكون اقل من الغاز الطبيعي وبالتالي انا مش هكتشف ان فيه تسريب وممكن تبقاعد جوه عربيتك لو هي حديثة شوية تبقاعد جوه عربيتك وما انتش حاسس ان فيه اصلا تسريب حاصل لكن في المركبة اللي بالغاز الطبيعي ايا كان نوع السيارة اللي انت راكبها فانت هتشعر به تسريب الغاز وبالتالي هتبدأ تعالج الموقف وتبدأ تعالج العطل اللي عندك او هتروح لمحطة خدمة او انت كفني بتبدأ تحس او تشم رائحة الغاز وتبدأ تعالج الموقف او تبدأ تعالج تعمل صيانة واصلاح للمركبة وتشوف التسريب اللي حاصل بتاعي فيه فهو غاز امن من ضمن المميزات بتاعته تعالوا نكمل كمان الغاز الطبيعي متوافر قلنا انه هو متوافر ومحدش يقدر يحتكره يعني محدش يقدر يعبيه في تنكات او بتاع ويستخدمه في السوق السودة لا ده هو موجود في المحطات محدش يقدر يستخدمه خالص او يحتكره وموجود بشكل طبيعي ومتوافر 24 ساعة دي كلها مميزات للغاز الطبيعي تعالوا بقى نعرف عيوب استخدام او تحويل المحرك او المركبة بتاعتك الى غاز طبيعي وهل لو احنا حولناها نقدر نتغلب على الحاجات دي ولا لا درس مهم جدا النهاردة يا شباب يا ريت تركز معايا عشان الاختبار بتاعك عشان سوء العمل لما حضرتك تتخرج عشان لما والدك يسألك او حد من جرانك او حد من صحابك ويقولك انت خريك صنايع طب حضرتك تعرف تقولي وتخصص سيارات او مركبات تقدر تقولي عيوب الغاز الطبيعي ومميزات ده سؤال هيجيلك في الطبيعة غير الاختبار يعني هيجيلك في من خلال البيئة اللي انت عايش فيها غير الاختبار تماما فانا عايزك تاخد الدرس مش عشان اختبار بشكل كامل لا انا عايزك تاخده عشان حياتك عشان سوء العمل بتاعك عشان تتخرج تقدر تشغل فيه يعني انت لو اشتغلت بس في تحويل السيارات او فني في تحويل السيارات او صيانة واصلاح السيارات اللي شغالها بالغاز طبيعي ده كفيل لوحده ان هو يعيشك عيشة كريمة وتبدأ تطور فيه تعالوا تعالوا نكمل ونشوف العيوب بيقولي اول عيب من العيوب بتاعتي اول عيب من العيوب بتاعتي ان عملية التحويل بتكون مكلفة بيقولي ان عملية تحويل السيارة اللي كي تعمل بالغاز الطبيعي يحتاج الى كثير من الماء طيب خلينا ناخد النقطة دي في الحساب ونعديه يب اول عيب ان احنا محتاجين مبلغ كبير عشان نحول المركبة او السيارة بتاعتي من بنزين او ديزل الى غاز طبيعي النقطة التانية بيقولي ان الاستوانة الغاز بتشغل حايز كبير جدا من الشنطة بتاعه او مساحة الامتعة بتاعة المركبة بتاعتي يعني لو انا هحطها في شنطة العربية فهياخد مساحة كبيرة من المركبة بتاعتي طيب كل دي النقطة الاولينية قلنا ان احنا محتاجين تكلفة محتاجين فلوس كبيرة عشان نركب جهاز غاز النقطة اللي بعد كده كانت ان الاستوانة بتاخد حايز من السيارة النقطة التالتة بيقولي تعتبر استوانات الغاز حمل لان احنا هنعبيها هيكون وزنها تقريبا 100 كيلو جرام تقريبا 100 كيلو جرام لو كان الاستوانة بتاعتي 70 لتر فكمان لو حطينا في التنك 20 لتر او 40 لتر او ملينا تنك البنزين فكل ده وزن ونحط كمان اربع ركاب فيه سيارة صغيرة سيارة ركوب عادية فده كل حمل هيأثر على المكنة وهيقلل يبقى المميزات اللي انت اديت هالي في الاول خدتها تاني يعني انت كنت بتقول ان عمري المكنة هيتقول عشان ما بيحصلش اهتزازات دلوقتي انت بتقول ان الاستوانة وزنها 100 كيلو مع الشوات البنزين اللي احنا هنسيبهم في التنك ان كان نصه بلاش نملة التنك للاخر وهنحط نصه لان انا ما بحتاجش البنزين في الحالة دي انت خليت الغاز الطبيعي مش كوي تعالوا هنعرف برضو ازاي نتغلب على الحاجات دي لان انا عند استوانة بنزين وعند تنك استوانة غاز وتنك بنزين هنتغلب على الحاجات دي كلها ان شاء الله تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده ان تحويل السيارة لكي تعمل بالغاز الطبيعي يشكل ضغط كبير على المحرك خاصة في وجود خطأ لو الفني او الشركة او المكان اللي انت بتحول فيه او بتركب جهاز غاز مع البنزين وفيه خطأ ده هيأثر على المكانة بتاعتي او المركبة بتاعتي وممكن يعمل لي مشاكل لو حد مش فاهم ويركب حاجة خطأ تعالوا نعرف النقطة اللي بعد كده بيقول لي قد يسبب استخدام الغاز الطبيعي تآكل الاستوانات والصمامات ويعود ذلك الى ارتفاع نسبة الكابريتة التي تنتج عند احتراق لما يحترق الغاز الطبيعي بالمقارنة به دي النقطة اللي الناس بتكلم فيها بيقول لك بينحر المكان بينحر المكان ليه عشان نسبة الكابريتة اللي طلعة من العادم بتاعه بتكون كبيرة شوي خلينا نعرف العيوب وبعدين هنتكلم عن ازاي نتغلب عليها دلوقتي انخفاض قدرة المحرك على السحب يعني المكانة تحس ان هي ضعيفة واحد يقول لي ان انا لما بركب بيجي لك بعض الناس انت كفاني مركبات ويقول لك انا لما بركب جهاز الغاز بحس ان المكانة السحب بتاعها بيقل بنسبة 20% عن البنزين يعني لما بحولها تاني بنزين بحس ان السيارة بتجري معاي ليه المحرك نسبة القدرة بتاعته بتقل لما بحوله على الغاز الطبيعي وده ليه نتيجة الانخفاض نسبة الكربون اللي موجودة في نسبة الكربون في الغاز الطبيعي بتكون تكاد تكون مش موجودة اما في البنزين بيكون فيه كربون والكربون ده عنصر بيساعد على حركة الاجزاء المتحركة كمان بيعمل طبقة عزل عشان ما يحصلش تسريب للشحنة وبالتالي بيعمل زيادة كبس يعني ما بيعملش تهريب للشحنة بتاعتي الى باطن المكانة برضو نقدر نتغلب على النقطة دي هنعرفها دلوقتي حالا ولكن انا عايزك تعرف العيوب يبقى العيوب انخفاض نسبة قدرة المحرك عند العمل على الغاز لعدم وجود كربون زي اللي موجود في البنزين وبالتالي المكانة بتاعتي بتقل القدرة بتاعتها تبدأ ليه علاج؟ ايوة ليه علاج هنعرفه دلوقتي ان شاء الله تعالوا بقى نشوف شكل السيارة هوات لما نيجي نحط جهاز الغاز او اللي ستوانة بتاعتي في الخلف نلاقيها بتاخد مساحة كبيرة من الامتعة بتاعتي من شنطة الامتعة او شنطة المركب طيب ازاي نتفادى بقى العيوب اللي احنا تكلمنا عنها دلوقتي كل العيوب بتاعت الغاز الطبيعي دي لها حلول؟ ايوة لها حلول ازاي؟ لكي نتلافى اضرار الكابريت الناتج عن احتراق الغاز على المحرك بالبداية يجب تشغيل المحرك على البنزين او السلار يبقى عشان ما نطلعش كابريت في العادم عشان ما ينحرش المكناة اللي بسمع اللفظ شباب انا اصطي ان انا اقول كلمة نحر اللي دي الا ان دي الكلمة اللي احنا بنسمعها في السوق سوق العمل يقولك الغاز الطبيعي بينحر المكناة بياكل المكناة بيعمل طنقير للمكناة من جوه ده بيحصل ليه؟ علشان العادم اللي طالع من الغاز الطبيعي بيبقى فيه نسبة كابريت عالية طب انا عايز اتغلب على نسبة الكابريت دية الكربون بيغطي وبيعمل طبقة حماية لجدار الاستوانة طب انا عشان اتغلب على المقطة دي اعمل ايه؟ سيادتك لما تيجي تشغل المركبة او انت كفني هتقول اللي جاي يصلح سيارته عندك شغل المركبة بتاعتك على البنزين في بداية التشغيل سبها تسخن على البنزين بعد كده احول على الغاز الطبيعي يبقى العلاج بسيط جدا وسهل جدا ان انا اشغل المركبة بتاعتي على البنزين في البداية وسخنها على البنزين بعد كده احول على الغاز الطبيعي في نهاية المشوار بتاعي وهرايح ابطل المكناة او ابطل السيارة بتاعتي وصلت للمكان اللي أنا عايزه هبدأ أبطل قبل ما أبطل المحرك بتاعي أشغل تاني على البنزين عشان يسيب طبقة كربون برضو تاني في الاستوانة فما يعمل ليش كابريت ويحمي جدار الاستوانة يبقى العلاج بتاع نسبة أو النحر بتاع المكانة أو التنقير اللي بيحصل للاستوانة بسيط جداً إن أنا أشغل في البداية على بنزين وأقفل المركبة بتاعتي على البنزين تعالوا نكمل النقطة اللي بعد كده وإحنا قلناها اللي هي إن أنا لما أستعد للوقوف أشغل المكانة بتاعتي أو المحرك محرك السيارة على البنزين أو على السولار كمان بيقول لي لو أنا شارع عربية جديدة لو أنت شارع عربية جديدة ما تحطش الغاز الطبيعي فيها على طول لازم تمشي حوالي 5000 كيلو علشان تعمل غشاء كربوني لجدار الاستوانة فما يحصلش طمئير أو إن احنا ناكل الاستوانة بسرعة يبقى لو أنا شارع سيارة بتاعتي جديدة لسه 20-21 وعايز أركب فيها بنزين عادي خالص لكن امشي أول 5000 كيلو على البنزين أو السولار عشان نعمل طبقة كربون لجدار الاستوانة فنقوم نحمي جدار الاستوانة يقوم يطول عمري المحرك بتاعي وما يحصلش طمئير أو نحر لي الاستوانة بتاعتي كمان نحاول نشيل كل الأمتعة أو الحاجات اللي ملهاش لازمة في شنطة السيارة أو أي أفقال موجودة في المركبة بتاعتي ما أنت قلت لي أن من ضمن العيوب ده العلاج بتاع الاستوانة مع التانك بتاع البنزين أنت حطيت استوانة في شنطة الأمتعة بتاع المركبة بتاعتك وزنها 100 كيلو كمان حطيت تانك البنزين أو تانك السولار ده بيعمل حملة على المركبة فهيقلل عمر الماكنا لأن الماكناة مشية وشايلة وهي فضية ما فيهاش غير قائد المركبة بس شايلة حمل طب نعالج الموضوع ده إزاي أن احنا أي أمتعة أو أي أغراض ملهاش لازمة في المركبة بتاعتي أشيلها عشان أخفف الوزن الحاجة التانية مش لازم تملى تانك البنزين بتاعك لآخره تقدر تخلي فيه نص التانك أو أقل بس لأن أنت طول الوقت شغال على البنزين فأنت مش محتاج طول الوقت شغال على الغاز فأنت مش محتاج البنزين ألا في بداية التشغيل وفيه نهاية التشغيل دي دي النقطة اللي بتعالج الوزن اللي احنا تكلمنا عليه تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده بيقول لي اعتبارات هامة عند استخدام الغاز الطبيعي لازم ناخدها في اعتبارنا يعني عند تركيب اللستوانة يراعى تثبتها جيدا لازم نسبت اللستوانة بتاعت الغاز الطبيعي في المركبة تثبيت جيد ودي الشركة اللي بتعمله بس أنت كفني لازم تكون عارف النقطة أو أنت كطالب فني إصلاح وصيانة المركبات لازم تكون عارف النقطة دي أن الاستوانة لازم تكون ثبتة في المركبة بشكل كويس جدا ويراعى تأمين مكان الاستوانة بشكل جيد جدا وبعيد عن أي خطورة عشان كده احنا بنحط الاستوانة في شمطة المركبة ما ينفعش نحطها داخل السيارة ما ينفعش نحطها عند المحرك بنبعدها عن أي مكان ممكن يحصل منه اشتعال أو زيادة لدرجة الحرارة لأن احنا مش عايزين نرفع درجة حرارة الاستوان كمان يجب أن يكون المنظم في مستوى عالي نسبيا المنظم اللي هينظم عملية الضغط بيقلل ضغط اللي استوانة لأن الاستوانة بيكون فيها ضغط فوق المتين بار وبعدين المنظم دي يقلله الواحد بار فلازم نخليه في مستوى عالي عشان احنا بندخل مية الرداتير فيه عشان ما يحصلش تجميد والمقطة دي هنتكلم فيها بعدين إذا لحقنا النهاردة إن شاء الله يبقى المنظم اللي هو بيقلل الضغط من متين أو متين وعشرين بار لواحد بار لازم يكون في مستوى عالي عشان ندخل مية التبريد عليه مية المية السخنة اللي جاي يرعى كمان بأن يكون بلف استوانة الغاز بمكان واضح بحيث يسهل الوصول إليه ويكون بعيد عن البطارية البلف اللي أنا هعبي منه أو اللي احنا بنشحن منه الغاز للإستوانة لازم يكون في مكان واضح وبعيد عن بطارية بتاع المركبة بتاعتي كمان يرعى بأن يتناسب شكل بلف الإستوانة مع المحطات يعني طبعا الشركة اللي هتركب لك أو تحول لك المركبة أو السيارة بتاعتك لازم تحط حاجة ماشية مع محطات الشغالة موجودة عندي هنا في مصر كمان بنحط زي أول سيد أو صوف لمنع تسريب الغاز ده مهم جدا عشان ما يحصلش تسريب عندي كمان عند تركيب المنظم يراعى أن يكون في مكان آمن وسهل الوصول إليه ده شكل تثبيت الرجل هو بيثبت الإستوانة في شنطة المركبة بتاعتي ولازم يتأكد أن هي متثبتة جيدا عندنا بقى هنا خطوات حماية السيارة من مخاطر الغاز الطبيعي احنا عايزين نحمل المركبة ونحمل لجوه المركبة ونحمل المجتمع وإحنا بنركب أو نحول السيارة بتاعتي من غاز إلى من بنزين إلى غاز تعالوا نشوف بيقول لي بعض مستخدم السيارات يعتقد أن التحويل وده النقطة احنا تكلمنا فيها أن الراجل بيفتكر أنه لما نحول المحرك بتاعي من بنزين لغاز هيقلل العمر الافتراضي بتاع المحرك والنقطة دي تكلمنا فيها لأن الناس مش معندهاش دراية اتعمل أبحاث ودرسات كتيرة جدا في النقطة دي وعرفنا طبعا من خلال الأبحاث والدرسات أن الغاز وبنعيدها تاني بيكون نسبة الكابريت فيه عالية أما البنزين والديزل بيكون نسبة الكربون فيه عالية برضو فعشان كده لازم نبدأ نتغلب على نقطة الكابريت اللي هي بتنحر أو بتاكل أو بتعمل تنقير في المكنة بنتغلب عليه بأن أنا أشغل المركبة بتاعتي بنزين أو ديزل ولما أوصل المشوار بتاعي لقبل ما فيه لازم أشغلها أحولها على البنزين أو الديزل تاني موضوع بسيط جدا وسهل نشوف النقطة اللي بعد كده تشغيل السيارة صباحا بالبنزين زي ما قلنا وبعدين نرجع نحولها والنقطة دي تكلمنا فيها قبل كده كمان في حال قيمك بشراء سيارة جديدة قلنا هنمشي خمس تلاف كيلو هنمشي عشر تلاف هنمشي خمس تلاف كيلو عشان نعمل طبقة كربون لجدار الاستوانة بتاعتي قبل ما أركب جهاز غاز للسيارة الجديدة بتاعتي شوف النقطة اللي بعد كده ونيجي بقى نتكلم عن الأجزاء المكونة لجهاز الغاز الطبيعي اللي هيركب في المركبة بتاعتي الأجزاء اللي هتركب عندي هنا هي الاستوانة ودي بتركب في شنطة المركبة تمام؟ بنحطها في شنطة السيارة أو المركبة بتاعتي بممكن نحط استوانة أو أكتر حسب حجم الشنطة بتاعتك يعني فيه سيارات بتحط استوانتين عشان يمشي مسافة أكبر وما يحتاجش يدخل محطة التعبئة كل فترة بسيطة فبيحط استوانتين ده عادي وبتتحطي في شنطة المركبة وإحنا طبعا جايبين سيارة ملاكي فيه سيارات تانية ناقل بيممكن يحط أكتر من واحدة وبعدين مواسير توصيل الغاز اللي احنا شايفينها دهيت عشان توصل الغاز بتاعي النقطة اللي بعد كده هي مبين ضغط الغاز ده المبين اللي هو هنا هوت بيبين ضغط الغاز داخل الاستوانة الضغط قد إيه؟ النقطة رقم أربعة وده المنظم اللي بيحول هيحول الضغط اللي ده اللي جوه الاستوانة الاستوانة دي قلنا فيها ضغط 220 بار عايزين نخليهم ضغط جوه طبيعي اللي هو واحد بار فده المنظم اللي بيحول ولازم نخليه بمستوى مرتفع عشان هيدخل فيه ماء التبريد أو الماء السخن من دائرة التبريد عشان ما يحصلش تجمد عندي هنا أو تكسيف لبخار الماء بعد كده خمسة الخلاط أو الميكسر والخلاط أو الميكسر ده هيختلف من مركبة لمركبة عشان يتناسب مع لو كانت كاربيراتير أو حقن إلكتروني في حاجات كتيرة جدا طبعا هم أغلب الشركات دلوقتي وصلت لآخر محرك نزل عشان يحولوا كمان محركات الجي دي آي كانت صعبة لغاية فترة قريبة جدا ما كانش لسه نزل حاجة تتماشى معها لأن المفروض أننا المحركات الإلكترونية اللي هي بتشتغل بنظام إلكتروني أو وحدة تحكم إلكترونية اللي بيحصل أننا عندي حساسات بتدي بيانات لكل الوحدة التحكم الإلكتروني فالمفروض أن الحواقن أو الرشاشات هي كمان المفروض بتدي بنزين طب إزاي هتقول للكمبيوتر أو وحدة التحكم أننا بدي بنزين وهي بتديش فلازم بنتغلب على النقطة دي بإن إحنا نحط جهاز يقول إحنا أدينا بنزين أو لازم الكمبيوتر يجي له إشارة من الرشاش ويقول إن أنا حطيت كمية بنزين قد كده اللي هو النظام الجي دي آي اللي هو بيشح بيبخ بنزين داخل الإسطورة تعالوا نكمل السونولايت كمان ده اللي هو بيحول من بنزين إلى غاز لو جينا كمان نشوف هنا مقطتين ده البلف اللي هنعبي منه أو هنملة منه الإسطوانة وده المفتاح اللي بيكون موجود داخل الطبلوء قدام القائد المركبة عشان يحول منه أو يطفل غاز لو كان الغاز بتاعي خلص وأنا ماشي في الطريق ولسه الطريق بتاعي ما انتهاش أو المشوار اللي أنا هوصل فيه لسه ما وصلشي فبفصل أنا من خلال المفتاح اللي عندي ده يبقى مكونات الأجزاء في جهاز وطبعا كل جزء من ده هنتكلم فيه باختصار أو باستفادة لكن مش هنيلحق طبعا النهاردة يبقى أنا عندي الإسطوانة المكونات بتاع جهاز الغاز اللي هيركب فيه المركبة بتاعتك الإسطوانة وهي آمنة جدا عشان الناس ما تخافش ومعمولة بمواصفات عالمية عشان تتحمل الضغط والصدمات وبعدين المواسير الموصلة وطبعا المواسير الموصلة دي برضو بتتحمل الضغط العالي اللي جاي من الإسطوانة عشان يروح لمبين الضغط اللي قدام اللي هو رقم ثلاثة ده ومبين الضغط بعد منه يروح الغاز على منظم الضغط وقلنا فايدة منظم الضغط باختصار هو تقليل الضغط اللي جاي من الإسطوانة اللي هي من 200 لـ 220 بار يقللهم إلى 1 بار عشان يخش للميكسر وقلنا الميكسر ده هو عمله زي الكربيراتير بالضبط اللي هو بيخلط الهوى مع الغاز والميكسر ده هيختلف من سيارة إلى أخرى حسب النظام الموجود لو كان كي جيترونيك أو نظام كربيراتير أو الجيترونيك حسب أي نوع محرك هنغير نظام الخلط حسب النظام الموجود في المركبة بتاعتي وقلنا ستة ده السونولايد أو اللي هو بيحول من بنزين إلى غاز وقلنا كمان ده البلف أو الصمام اللي بنعبي منه اللي استوانة بتاعت الغاز يعني لما بتروح المحطة بتفتح أو الشخص قائد المركبة بيفتح كبوت السيارة عشان يبدأ يعبي من هنا والمفتاح اللي هناك ده قلنا اللي هو بيغير لو أنا خلصت غاز وعايز أحول لبنزين فأنا بحول من هناك عشان كده قلنا كمان عشان نتغلب على كل الأخطاء أو العيوب الموجودة لنظام الغاز الطبيعي اللي الدولة كلها بدأت تتجه ليه وبتوجهات كمان من سياطة الرئيس إن احنا نحاول نشتغل أو نحاول نغير المركبات بتاعتنا إلى غاز طبيعي لما له من فوايد أو مميزات كتيرة جدا وبلاش نسمع موضوع الشعاعات اللي بتتقال إن الغاز الطبيعي مش كويس للسيارة لا الغاز الطبيعي ممتاز جدا للسيارة بتاعتك أوفر ليك وللدولة أوفر ليك الأول أنت كمان قبل الدولة إن انت بدل قلنا بحسابات وبدراسات إن انت لو هتستخدم عشرة لتر بس في اليوم وبتستخدم بنزين تمانين عشرة لتر في اليوم وبنزين تمانين فأنت بتوفر في الشهر 825 جنيه طيب لو أنت هتشتغل ببنزين 95 وتستهلك عشرة لتر بس في اليوم فأنت حضرتك هتوفر 1200 جنيه ده غير إن العادم اللي طالع بيكون صديق للبيئة بيحافظ على صحتك وصحة أولادك والمجتمع اللي أنت عايش فيه طيب النقطة التانية إن أنا كمان مش بيحتاج صيامة كبيرة مش بيحتاج صيامة دورية متكررة على فترات قريبة ليه؟ لأن أنا ما عنديش مشاكل مع الغاز الطبيعي خالص المشكلة اللي إحنا كنا تكلمنا فيها اللي هي العادم بتاعته بيكون فيها نسبة كبريت فبياكل جدار لستوانا وده حلها بسيط جداً إن إحنا قلنا نشغل المركبة ونسخنها الصبح أو في بداية التشغيل نشغلها على البنزين أو الديزل وقبل ما تطفي المركبة بتاعتك تحول تاني على البنزين أو الديزل فكده أنا ما عدش عندي مشكلة في المركبة كمان الغاز مش بيتفاعل مع الزيت اللي موجود عندك في المركبة وبالتالي المركبة بتاع الزيت اللي موجود عندي في المركبة بيعيش مدة أطول الحلقة النهاردة كانت ممتازة جداً بالنسبة لي كان نفسي أشتغل الحلقة دي عشان ننصح الناس ونعرف طلابنا مميزات وعيوب الغاز الطبيعي وإزا كان فيه عيوب إزا كان فيه عيوب إزا نتغلب عليها عشان نمشي مع سياسة الدولة ونحاول ننشر الوعي للمجتمع بتاعنا في نهاية الحلقة بتاعتي بتمنى يا رب إن أنا أكون وفقت في إن أنا أكون وصلت معلومة بشكركم وأذكركم بأنكم تنوعوا مصادر دخل المعلومة تاني قرر اسأل المعلم بتاعك ادخل على النت رسلنا على القناة ونقاط التواصل الاجتماعي اللي الوزارة عاملها في النهاية بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته